إنجازات النادي الأهلي في عشرين تلاتة وعشرين لأن أعتقد أسامة اللي عمله النادي الأهلي في عشرين ممكن نستعرض عدد من الشهور ونستعرضها سويا يعني حاجة ما فيش كيان يقدر رياضي يعرض التصميم اللي حنعرضه بس أنا زعلان ليه؟ يعني إزاي ما ناخدش في مارس بطولة آه ما هستدى أنا برضو أنا جيت والله كنت أعلمه ما مارس يا جمعة في وش بطولة ولا كان فيه إيه في مارس؟ ما تلعبش حاجة في مارس؟ ما تلعبش حاجة في مارس أعتقد الناس لازم يعني إحنا لازم بجد يعني رسالة بقى يعني للناس الاتحادات شوفوا لنا بطولة في مارس عشان ما ينفعش نعدي شهر من غير عدد بطولات طيب خلينه نستعرض الصورة لو نقدر نستعرضها وإحنا بنقول عظيم جدا الصورة معنا على الشاشة وهذه صورة أنت كأهلاوي لازم تفخر بأن أنت شاف الصورة دي وأعتقد البعض ممكن في أي نادي تاني في مصر يجيب بطولة واحدة ده يعني لو فيه أصلا ويحاول يكبرها ويعمل لها أكتر من تصميم إحنا يا جماعة حاولنا نضم كل البطولات في حدث الشهور في تصميم واحد فالناس تعذرنا لو الخط مش واضح يعني البطولات هي اللي كتير مش تأثير مننا والله في يناير كان السوبر المصري للطائرة سيدات في فبراير سوبر مصري للطائرة رجال إبريل كان شهر يعني دسم شوية كاس مصر قدم سلة رجال وسيدات يد رجال وسيدات ده في كاس مصر الدور العام لليد رجال وسيدات والدور العام طائرة سيدات ومايو دور السوبر سلة رجال وسيدات والسوبر المصري 22 قدم والسوبر الإفريقي يد رجال وبطولة أفريقيا للسلة بال انت حسس أغاني كده يد رجال السلة بال وفي يونيو دوري أبطال أفريقيا طبعا الكريزا قدم وفي يوليو الدوري العام قدم وطبعا يعني أغسطس وستمبر ما اشتغلوش الاتحادات برضو سابقوا لنا فترة كده أجازة فمعلش معلش ناخد أكتوبر على طول دوري أبطال أفريقيا يد رجال سوبر مصري سلة رجال ونوفمبر سوبر مصري سلة سيدات واخد عندك ديسمبر واختام السنة 2023 دوري المرتبط سلة رجال السوبر المصري يد رجال السوبر المصري 2023 قدم يعني انت بتاخد اتنين سوبر 22 و23 في مايو وفي ديسمبر لكن الحقيقة الأهم من كل ده ان انت في الموسم ده واعتقد دا رقم ريكورد كده ان النادي الأهلي في كرة القدم سوبر في كرة اليد سوبر في كرة الطائرة سوبر في كرة السلة سوبر انت في كل الألعاب بطولة السوبر بتاعة النادي الأهلي ليه لأن النادي الأهلي هو السوبر